مع ازدياد حالة التصعيد الميداني في منطقة البحر الأحمر على خلفية نشاط الحوثيين في تلك المنطقة والرد الأمريكي باستهداف مواقع لهم باليمن حفى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جرون تربينج جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس محذراً من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة جروندربيرغ أعرب في بيان عن قلقه الشديد حيال السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة دعوة أممية تأتي بعد أن هدد الحوثيون برد قوي وفعال على الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في اليمن مما أدى إلى تفاقم التوترات في الوقت الذي تعهدت واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران متحدث باسم الحوثيين أفاد لوكالة رويترز بأن الاستهداف الأمريكي لقاعدة عسكرية في صنعاء لم يكن له تأثير يذكر في الحد من قدرات الجماعة في الاستمرار بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب وفي وقت سابق أعلنت الولايات المتحدة فجر السبت شن ضربات جديدة على مواقع عديدة للحوثيين شملت محيط مطار صنعاء الدولي وقاعدة الدليمي العسكرية ومنشأة رادار مشيرة أنها متابعة للضربات السابقة التي تستهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة الصفن وتهديد الملاحة الدولية ترجمة نانسي قنقر